طيب حسين الشاحات اللي هو اللاعب الكويس منذ نمامه للنادي الاهلي له طفارات يعني له مباراة حلوة ممكن يلعبها كل فترة مباراة تانية يلعبها كل فترة وحسين كلنا عارفين انه هو لعيب موهوب مع كل الفرق اللي اشتغل معاه هو لعيب موهوب ومؤسر جدا ليه حسين الشاحات مش قادر يخش في منظومة النادي الاهلي متحياء لانا من وجهة نظر انه هو ضعيف جسمانيا ليقت ومش عالية بركتا ضعيف جسمانيا الالتحامات ممكن تكون ضعيف جسمانيا بس الالتحاماتك ايه اهم حاجة الالتحامات حسين الشاحات الالتحاماته مش قوية يعني هو لما كان بلعب في المحترف في الامارات كانوا دايما مسايبين له المساحات كان فيه مساحات كتيرة حتى لما كان بلعب بصدرية المدريد وكت تلاقي ايجابي جدا لما كان بلعب في المقصة كان نفس الموضوع عنده مساحات فبيلعب فيها انت ده وقت النادي الاهلي دايما معظم اوقاته بيلعب في 40 يارضة فانت بتبقى محتاج ان انت لازم لتحملة قوية لازم تكملة ولا الكلمة اللي انت قلتها لي برا ايه الشبعة بالضبط لا مش الشبعة برضه كابتن ممكن يكون السبعة فلوس احنا مش قلنا كل حاجة كوليس ما انا مش احنا مش لسه متفين انا وانت دلوقتي حبار انت فاجئت على طول اه بيكلم بشكل عام بشكل عام في لعيب بيفرق على الهندة في لعيب لسه جعان عايز يلعب اه وفي لعيب شبعة مش مبقى كورة يعني مش مبقى كورة واخد الشهرة والاراضة بفضل كابتن ربنا خلق مارس بخش بخش بقى عندي على طول في الوضع بتاعتي ما انت بخش لا احنا كنا بنكلم على العيب تاني بتتكلم بشكل عام وعلى فكرة ده وارد في لعيبة فعلا في العالم كله على فكرة مش مواصر بس الجهري كان بيقول لعيب اللي بيشبع خلاص هيبط كلمة واحدة خلاص في لعيبة كده في العالم كله كده بالمناسبة بس برضو كابتن حسين الشحات برضو الضغطة والاعلام يعني ضغطوا جامد جدا ممكن يكون بسبب دي برضو نقطة من الاسباب برضو ان مصر كلها 140 مليون واحنا بستنين منك الكتير لو تلاحظ برضو جده نفس القصة لما جينا دي الاهلي برضو كل العيب اي العيب بييجي عليه ضغة جامدة تلاقيه بيقع فترات وبعد كده بيبدأ يفوق شوية لما يتعود هو الغاية دي وقتنا في صراحة هو الغاية دي وقتنا في صراحة هو الغاية دي وقتنا في صراحة لسه ما يفقش وما تدنيش يعني مثلا يديني مثلا سنة كاملة هشوفه كويس صحيح النهارده احنا نفرج على المباراة وناس قاعدة انا مستهرة ما حادش بيقول ايه فين حسين الشحات حسين اش حاد عالدكة انا عدد لحركة الحاجة ده عمل ثلاث تغييرات وحسين الشحات قاعد برا مغا بزرط كده يعني ممكن كان يقول ايه طاهر اطلعه شوية عشان تعب بزرط وانزل واحد عنده حيوية واني يتكمل بزرط قب بالك حسنا بتكلم في النطرة الاجانب بالذات بيهتموا بالبدن والقوة صح صح بدليل ان حسين قاعد افشا قاعد شريف قاعد حسن حسن ليه طول مهارين شوية بيبتدي بمين شادي كاهر برونو برونو احب بكلمك على الناس اللي هيا قدام دهش انجل الاجانب بيحبوا كده صح مهاري بس يتخبطوا كده اه افشا اه لازم يعدل من ستايله شوية اه ازاي ازاي اه ما تقولي ازاي عادل ازاي الراجل بطريقته دي التحركات الكتير زي ما انت قلتلي لمركزية لمركزية دي صح محتاج ان افشا مش هيبقى تحت الفلاودة النهاردة برونو بيطلع برا صح وعب قادر بيخش جوه وطهر بينزل تحت وحسن حسن دي ويطلع جناح حسن حسن طرع جناح النهاردة حسن دي انا شفت حسن حسن اللي عمل الفاول على فكرة بالزبط كده اللعبة افشا اللعبة بتاع اللي هو اديها الكريم واروح اخدها منه تاني اديها الحسن واخدها منه تاني لأ انا بديها لك وبجري في مساح في مساح تمتغالي تاني الاجانب عايزين كده هو اللعبة برقم عشر صنع العاب بالتقليد الزمان اللي هو حزم امام وواليد صلاح الدين وان ده خلص في العالم لا خلص هون بقاش موجود حتى زيني دين زدان ما بقاش موجود كبت ان انا كنت بالعب عشر انا كنت اتنين فروضة تحتهم بالزبط انا كنت حول اه انا طورت الحتة دي ان كانوا مسمييني دياجون الرنز الجاري الكطري الله بزبط المهاجر يمين وشمال بزبطع بره بطلعك كده يا اخي عشان كده من الفترة الهاتة باعتك فيها ان الحياة تكفيها دي امني بشوفتك صانع العاب رفو عليك دايما بشوفك اللي هو الزم يقوله الهات كده المهاجم التاني التاني اه فكنت عشان كده الاجانب كانوا يحبوني قوي طريقة لعبي مش اللي هو تجيلي وافضل معلم كده وارميها السرور يعني ازاي كبتر رضع بعيد موزعش اه موزعش اه ممكن تجي لارميسرو كده بس كنت اجري كتري تتلعب لي صح او هنا هي دي اللي لازم افشة صح يعدل منه مش طالب منه انه هو يبقى وينج بس فيه كور لازم يقطع وتتعمل ويعمل اوفر حاجات دي